مرحبا كيف كان شو أخبارك ومشاء الله دائما تكونوا بخير اليوم الفيديو تبعنا مختلف كتير بالعادة بنحكي على ألمانيا ولكن اليوم على دولة تانية يلي هي هولندا وإن شاء الله بالأيام الجاية راح نحكي على كتير دول أوروبية أو على معظمة يعني وكمان يمكن أمريكا كمان بالأيام الجاية كتير ناس سألوني على موضوع هولندا على إقامات ولم الشمل وكتير أصاص ومين فينا نجيب بلم الشمل بالذات للأطفال يلي لأديش عمر مسر مسموح لهيك الموضوع اليوم لكل حدا مقيم بهولندا أو للناس اللي بدون يجوا لعند أهاليون بهولندا أول شغلة بنصح فيها أنه خاصة المتزوجين أول ما توصلوا يعني قبل ما تطلعوا كمان جيبوا أوراقكم جيبوا أوراق يعني إذا أنت متزود جيبوا أوراق الزواج بشكل عام بيانات الولادة بيان العائلة دفتر العائلة أعقد الزواج كل شيء أوراق عندكم أوروبا بلد الأوراق بيهتموا وبيعترفوا بالأوراق كتير طبعا كل شيء لازم يكون مصدق من الخارجية السورية كمان بتجيبوا كل هاي الأوراق معكم أول ما توصلوا على هولندا بأول محكمة بتخبروهم فورا أنه أنا متزوج عندي ولد ولدين ثلاثة أربعة هاي أسماء هاي الإثباتات بتقدموهوا كلياتهم هاي زوجتي مثلا طبعا أكتر من زوجة واحدة ما فيكون تجيبوا في طرق تانية طبعا هاي بتقدموا الأوراق أنه أنا بدي جيب عائلتي وكمان بالنسبة للأوراق لازم تترجم تترجم طبعا بيصير باللغة الإنجليزية وبهولندا بيصير بالفرنسي كمان وكمان أنا بنصحكم أنكم تترجموه بالهولندي أفضل وكمان بهولندا يفضل تترجموه بالهولندي وبهولندا كمان يعني مو بسوريا أو بالدولة يعني إذا أنتم غير سوريين مثلا يفضل بهولندا ترجموه باللغة الهولندية أفضل أنا بنصحكم كمان يعني لنفرض اليوم أخدتوا إقامتكم بهولندا مباشرة لا تأجلوا معكم ثلاثة شهور أنكم تقدموه ويعني على مشمل لولادكم مثلا لعائلتكم اليوم أخدت الإقامة لا تأجل مباشرة ثاني يوم فورا نروح أقدم على مشمل لعائلتك وكمان لا تنسوا أنا بفضل وبنصحكم نصيحة ثانية أنه أول ما تصرعوا لهولندا احجزوا موعد لعائلتكم بالسفارات بالسفارات اللي مثلا عائلتك وين أسهل مكان فيها تروح عليه بأي دولة احجزوا له الموعد هنيك مشان بعدين يعني بس تأخذوا الإقامة تحجزوا الموعد ليش هيك رح يتأخر أول ما توصلوا على هولندا مباشرة نحجزوا له الموعد بالسفارات ما بدها الشيء سهل كتير قدمتوا الأوراق هلا في حالة إذا صار في تأخير مثلا بموضوع الأوراق مثلا إذا يعني صار مضى أكتر من ثلاثة شهور ولسا عم تشتغل بأوراق لمشه أوراق عفوا لمشمل ما في مشكلة إذا قالوا لك في ورقة ناقصة بتجيبها في هاي الورق الفلانية ناقصة بتجيبها لهيك عم أقول لكم ديروا بالكم من موضوع الأوراق جيبوا كل شيء أوراق عندكم وترجموها صدقوها بوزارة الخارجية ببلدكم وترجموها بهولندا هلا بالنسبة للأطفال هذا السوار كتير عم بنسأل عليه باللايف على التيك توك أو على الفيسبوك كمان الأطفال يا ترى لأي عمر فينا نعمل لمشمل لأطفالنا يعني مثلا للتمنطاعش بس ولا أكتر هلا قانونيا للتمنطاعش بس قانونيا ولكن في تجاوزات كتير ولكن هي يمكن مو اسم التجاوزات في يعني ما بعرف سموا أنتو مثل ما بتكون يعني مثل موضوع يعني البصمة قانونيا ما بصير أنه إذا عندك بصمة تجي تروح على دولة تاني تقدم لجوء ولكن بصير وبتصير كمان نفس الشي أكتر من 18 سنة ما بصير تعملوا لمشمل بيهولندا يعني إذا ابنك أكتر 18 ما بصير ولكن صارت مع كتير ناس وطلعوا معنا على اللايف على التيك توك وحكوا لنا أنا بقل لكم شو تساووا إذا عندكم كذا ولد فوق 18 أول ما وصلتوا على هولندا أسألوا عن مثلا هلا فيه سوريين ولا إذا أنتم مصريين من أي جنسية فيه قروبات فيسبوك يعني كتير مثلا السوريين في هولندا والعرب في هولندا ادخلوا بهذه القروبات وأسألوا سألوا عن المحامي شاطر مثلا أول ما تصرع على هولندا إذا فيه عندكم أولاد فوق 18 مباشرة بتروح لعند هذا المحامي أنا عندي ولدين أو ولد مثلا فوق 18 وحابب جيبه بلم الشمل هو بيساعدكم بهذا الموضوع يا جماعة الحكي الحكي دائما كتير مهم لازم تكونوا مقنعين كتير بالحكي يعني مثلا أنا عندي ولدين فوق 18 وهنا بسوريا أو هنا بالدولة الفلانية والوضوع مو منيح ما فيه نحنا بنخاف عليه هون ما فينا نتركه نهنيك كمان حابين يجول عنا هون ونحنا بنحب هولندا بنحب نستقر هون نكمل حياتنا هون فيه عندنا قرايبين هون عم بيشتغلوا نحنا كمان حابين نشتغل هون وأولادنا حابين كمان يكبروا هون ويستقروا ويشتغلوا ويشتغلوا مثلا يتعلموا لغة بنحب اللغة أي شيء لازم تحكوا عفوا لهيك بتوكلوا محامي بموضوع لما يشمل بموضوع الأولاد اللي فوق أو الشباب اللي فوق الـ 18 60-70% رح يوافقوا لكم بالذات لعمر الـ 25 سنة من 18 إلى 25 سنة رح يوافقوا لكم ولكن مع محامي بتوكلوا محامي وبتشتغلوا بهاي الأمور و60-70% رح يوافقوا لكم أكيد أنا عم أقولكم طبعا هل حكي ما عم أجيوا من عندي ولكن من تجارب الناس اللي حكت معي على الخاص يلي عم بيبعتولي رسائل أنا عم بيجيني عدد كبير من الرسائل لدرجة ما عم لحق رد على الناس عم بساوي كل يوم لايف على تيك توك وعلى فيسبوك كمان أحيانا لهيك تجارب الناس عم نحكيها مع مجيب كلام من عندي تجارب الناس عم نحكي لكم إياه بتوكلوا محامي مباشرة أول ما توصلوا لهولندا بالنسبة للموضوع مثلا في حالة إذا عيلتكم رح تجي يا جماعة على هولندا في شغلة كمان بتعرفوا تذاكر الطيارات يعني في من بعض الدول ما بتكلف كتير في بعض الدول إذا بتكون تجوا عليها مثلا أربع أشخاص خمس أشخاص بتكلف فيكن تروح على منظمات بهولندا وتطلبوا المساعدة منهم مثلا أنا عيلتي أربع خمس أشخاص رح يجوا وبتكلف مثلا ألف يورو اللي نفرض أو أقل أو أكتر أنا ما معي مصاري تكفي تذاكر الطيران كمان هاي الشغلة إيجابية وبساعدوكم فيها يمكن بيعطوكم المبلغ كامل أو أقل شي 60% مثلا من المبلغ هاي كمان كتير مهمة لا تنسوا أنكم تساوى أنا حبيت أعمل هذا الفيديو لكتير ناس عم يسألوني عن موضوع هولندا وبنسبة للم الشمل كمان هاي كتير مهمة ولكن فيه شغلة كمان لا تنسوا هولندا إذا مثلا صار فيه انفصال بين الزوجين الإقامة بتنسحب من المرأة يعني ملفها بيصير لحاله بشكل عام يعني هلا إذا البنت وصلت على ألمانيا للأسف عم تسير كتير هايك شغلات عفوا على هولندا وقررت الانفصال بهالحالة شو بيصير ملفها بينفصل لحاله بشكل نهائي وبتنسحب من الإقامة تبعها ولكن بتاخد إقامة ثانية ولكن بده وقت بده وقت ما رح تكون سهلة يعني فورا مثل أول مرة لأن خلاص هي اجت واخدت إقامة على زوجها على ملف زوجها أهم شي بهذا الموضوع أنه موضوع للم الشمل للأطفال مثل ما قالت لكم فوق الـ 18 بيصير ولكن من غير محامي شوية رح تكون صعب عليكم وفي عالم بهولندا تواصلوا معي ما وكلوا محامي أبدا في شخص تواصل معي عنده ولدين كان قدم على لم الشمل لأطفاله ولدين فوق الـ 18 كان عنده أربع ولاد اثنين تحت 13 واثنين فوق قدم على لم الشمل ووافقوا له جابوا له الأربع أشخاص من دون محامي ولاده كان الـ 18 وواحد تقريبا عشرين جابوا له عائلته وكلياتهم كلامه يمكن كانوا شوي مقنع مثلا الحكي كتير ضروري يا جماعة لازم تكونوا مقنعين بألمانيا ولا بأي دولة أوروبية كنتوا لازم مع الموظف بس تقعدوا تكونوا شوي مقنعين بالكلام أي أحد عنده سؤال فيكن تكتبوني بالتعليقات وتحياتي لكم ولسا الخير لقدام والسلام